لذلك أنا محتاجة أقول كلام متعلق بالنسبة للمؤسسة الرياضية اللي احنا بننتمي لها مؤسسة رياضية محترفة بنسعد وبنتشرف كلنا بالانتماء للقلع الحمراء بنسعد وبنتشرف كلنا بالانتماء لمنظومة الكل بلا استثناء أجمع وما زال بيجمع على أنها منظومة محترفة منظومة رياضية تعي جيداً الدور الاجتماعي والدور الرياضي اللي بيتقوم بيه في الفترة الحالية الدور الرياضي باحترام اللوايح والقوانين الدور الاجتماعي بالتعامل مع الأكاديميات واللاعبين صغار السن والبراعم وقطاع الناشئين بأسلوب علمي وأسلوب محترف وأسلوب مجتمعي لأن النادي الآلي في النهاية مؤسسة رياضية تربوية مؤسسة رياضية تعلم جيداً دورها الرياض والاجتماعي في البلد فمن هنا المواقف والقرارات مع الوقت الناس بتعرف أن النادي الآلي في مكانة تانية النادي الآلي في حتة تانية خالص النادي الآلي ليه دور كبير جداً في تهيئة هذه المنظومة وإزاي المنظومة يعني قدر إمكان تحافظ على قدر من احترافيتها في الفترة اللي جاية النادي الآلي دايماً لما بيتعامل مع أي ملف بيتعامل بناء على لوائح بناء على قوانين وبيحرص جائماً وأبداً على المنظومة الرياضية اللي هو بينتمي لها فده الفرق بين النادي الآلي وأي حد تاني النادي الآلي مع الوقت مع الوقت الكل بيجمع فعلاً أن النادي الآلي مؤسسة رياضية بتشتغل في إطار محترف وفي إطار تعلم جيداً دورها وتعلم جيداً مكانتها في العالم وفي عالم كرة القدم لأن الاتحاد الدولي دايماً بيحط النادي الآلي في مكانة الاتحاد الأفريقي لما بيشكل لجان بيحط النادي الآلي في مكانة المكانة دي مش من نتائج وبطولات المكانة دي من قرارات بدروسة من إدارة احترافية من دور مجتمعي سواء للأهل أو لاعبيه أو مسؤوليه بيقوموا بيه في المجتمع سواء المجتمع المصري أو حتى المجتمع الأفريقي